قلت لحضراتكم ان لعيبة النادي الاهلي وكلر لعيبة محترمة وعندنا جهاز فني محترم فواحد طالع عليك ايه لعيبة النادي الاهلي وكلر عندهم قصابهم التعالي نفسي اعرف هو فين التعالي ده معلش لو في تعالي الاهلي طول عمره بيحتكر البطولات على المستوى المحلي والافريقي ومن قديم الزمن هيجي دلوقتي واتعالى في سنة 23 23 حاجة غريبة برضو ما هم ممكن ديكون مستسهلين المطش وقلنا هذا الكلام ممكن يكون مع انه برضو انا مش معا هذا الامر ولكن تمام ممكن نسمع هذا الكلام ولكن لعيبة تقيلة لعيبة قصدي بتاتعالى مباراة اللعيبة مش موفقة فيها بشكل او باخر ايه اللي حصل يعني وكلنا اتكلمنا في هذا الامر ولكن على الجانب الاخر كلنا في ظهر لعبتنا كلنا هنفضل وقفين مع لعيبتنا كلنا هنساند لعيبتنا وندعمه لكن تعالي وبتاع مش هفل لا مستسهلين المطش شوية زي ما قلت لحضراتكم كده في حاجة اسمها اللعب التجاري اللعب التجاري اللعيبة بينها وبين بعض كده تبقى عاملها ولكن لعيبتنا دول والله والله انا ما بكذب على حضراتكم في كلمة بقولها اللي بقول لحضراتكم عليه انه هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل حاجة حلوة هذا الجيل من اللاعبين يستحق دعم حضراتكم الكامل وبدون اي شروط والله لانهم لعيبة على اعلى اعلى مستوى جهاز فني على اعلى اعلى مستوى ادارة على اعلى اعلى مستوى الجمهور طول عمره من 1907 لغاية 20-23 وهو الدافع لكل حاجة حلوة فارجو من حضراتكم ان انتو تاخدوا بالكو ان احنا عندنا مطش يوم الحد ومطش مهم جدا 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 وصعب جدا 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 لكن نادي الاهلي وادارته مع ادارته ولاعبي وجهازه الفني ان شاء الله وطبعا قبل كل دول جمهوره ان شاء الله يستطيع ان يتخطى هذا الامر